مرحبا يا عبدالرحمن أهلا وسهلا أنا كتير سعيدة ومتحمسة أنت معي اليوم شكرا كتير شكرا لك وحقيقي أنا متحمس جدا لهذا اللقاء وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للجميع إن شاء الله أنت فن من السعودية ولو طلبت منك تعرفني على عبدالرحمن الشاهد كيف ممكن تعرفني علي مثلا شغل طفولته هوايات حكذا طيب بسم الله عبدالرحمن هو يعني حاليا فنان ومهندس معماري إذ رجعنا بالزمن فترة فأنا ولد في مكة المكرمة واتربيت فيها دائما أقول إنه مكة كان لها تأثير كبير على حتى ممارساتي الفنية وعلى ثقافتي وتكويلي لأنها مدينة عجيبة يعني يجتمع فيها ملايين من الحجاج السنوية الاختلاط والتعامل والتواصل مع القادمين لمكة سواء كانوا حجاج أو متهمرين أو زوار دائما بيخلينا كأبناء مكة يكون تفكيرنا تفكير عالمي يعني دائما بنتواصل مع ثقافات مختلفة جنسيات مختلفة أنت مفتوح العالم بالضبط صحيح خصوصا أنه دائما يعني في طفولتي كنت دائما مثلا أبناء مكة كان أحد حاجتين في فترة الحج طبعا إحنا هذول الزوار يجونا في مواسم في رمضان وفي الحج فدائما تلاقينك أبناء مكة في ديل فترتين يا إما بنحج مع الحجاج أو بنشتغل في الحج نساعدهم وكذا فدائما في فكرة التواصل موجودة هذا أثر كثير يعني الذائقة حتى الفنية تبعي كنا دائما مثلا على الصعيد الفني كنا دائما نقابل الفنانين لما نيجوا يحجوا أفتكر وقتها بداية يعني احتكاكنا بالإنترنت يكون المنتديات وكذا فكنا نطلب من أي فنان قادم لمكة هو قادم عشان أو يعني جاي عشان يسوي عمر أو حش فنتقابل معه ونجتمع فهذا أيضا الحوار التقافي كان جدا مفيد وثري ممكن تحكي معهم أو هم بيضلوا بفنادق أو في مطاعم بالليل كيف تحكي معهم كنا بنجتمع في أماكن عامة وفي كثير من الأحيان كنا بنجتمع في يعني مثلا في الاستيديو مثلا حق الأستاذي الأستاذ إبراهيم نجتمع كلنا في هذا المكان أو كنا نروح لهم الفندق وكان عندنا زي حديقة نجتمع فيها دائما فكانت يعني أجواء لطيفة كيف موجودة حديقة بالسعودية؟ ما في ماء؟ لا وكمان كان اسمها حديقة الخطاطين يعني هذه الحديقة كنا نجتمع فيها بعدين طلبنا من المسؤولين في الدولة في الأمانة إنه إحنا أغلب اللي بنجتمع خطاطين أو لنا علاقة بفن الخط إنه سموها حديقة الخطاطين فعلا هذه الأمانة أو البلدية استجابت وسمت الحديقة باسم حديقة الخطاطين مش حديقة صالة أو صالون إنه حديقة 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 بالضبط كنا نجمع فيها وكذا ممتاز أنا محتمة بالخط العربي ودائما بطابع كل الأشياء اللي دخل بفن الخط وهيك تعرفت على عملك بالسوشيل ميديا وحبت عملك اسمه بين السطور ورح نحكي عنه بعضين بس أنا شفت إنك لسه راجع من بينالي الفنون الإسلامية بجدة صحيح؟ صحيح احكيلي كيف كان؟ حقيقي تجربة البنالية في البداية إحنا سعداء جدا في المشهد الفني إنه سار عندنا بينالي للفنون الإسلامية في جدة رح يقام كل عامين إن شاء الله فهذه أول مرة يقام أول مرة بسعودية أول مرة في السعودية طبعاً في بنالي آخر اللي هو بنالي الفن المعاصر هذا بيقام في برعية لكن بنالي الفنون الإسلامية فأول مرة يقام فيه جدة في السعودية أول حدث كمان كوني أحد الفنانين المشاركين يعني شعرت بسعادة شديدة جداً بالأخص كمان من خلال مشروعي اللي أنا مشارك به حالياً في البنالي هو من وجهة نظري مشروع جداً هام للمشهد الفني مش فقط بس للسعودية من وجهة وضري للعالم كامل فممكن أحكي لك عنه باختصار بعد شوية لكن نرجع للبنالي فهي فعلاً تجربة فريدة جداً ويعني أشعر أنه راح يكون أهم مكان ممكن يعرض فيه فن في السنوات القادمة في المملكة العربية السعودية بتعرف كم فنانين كان موجود في البنالي؟ الحقيقي البنالي جداً كبير يعني هي تقريباً خمسة صالات عرض داخل الجميل أنه عاملين التجربة بطريقة يكون يعرضوا بعض القطع الأثرية مع أعمال فنية معاصرة عشان يوصروا الكونسبت أو المفهوم حق أول بيت هو شعار البنالي لهذه السنة أول بيت هذا في الداخل وفي أعمال خارجية تقريباً فوق العشرين عمل في الخارج أنا عملي من ضمن الأعمال الخارجية تحت الخيم أشوفت على سوشيول ميديا بالضبط صحيح كان في رمل على الأرض بالضبط صحيح أوكي وتعرفت على فنانين جدد؟ صحيح يعني الجميل في هذه الملتقيات أنه بيبدأ نتواصل مع بعض برضو أنا مرة مهم أشكر يعني وزارة التقافة السعودية ومؤسسة بنالي الترعية والقيمين الفنيين اللي حقيقي سهلوا لنا مهمة العمل على المشاريع الفنية ودعمونا بشكل مرة كبير حتى أنه تخرج هذه الأعمال بأفضل صورة ما شاء الله بدي نحكي هلأ عن عمل لك من قبل حضرتك سممت بوابة معرض الكتاب الدولي بالـ 2016 بالسعودية واللي تعتبر واحدة من أكبر البوابات مسممة بالخط العربي بالعالم راح أشارك شاشتي عشان منشوف في نفس الوقت بس احكي لنا القصة وراء حد البوابات وممكن كم وقت أخذك منك لتصميم البوابة وشو مكتوب عليه طيب جميل جداً في البداية المعرض كان يقام برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وتقوم بتنفيذ شركة اسمها شركة الحارثي للمعارض فتم ترشيحي من قبل إمارة مكة المكرمة وتواصلت معي هذه الشركة على أساس أني أنا أنفذ هذه البوابة وأصممها وأكتوبها بالخط العربي الجميل أنه كان هذا المعرض بيقام بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية النص اللي اخترته هو نص اللي علاقة باللغة العربية هي آية إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون بدأت العمل عليها واستغرق العمل حوالي من شهر لشهرين أجمل شيء في هذا المشروع كان أنه هنا بدأت أنا دائماً مهتم بربط الخط العربي بالعمارة لأنه أنا درست العمارة وأغلى ممارساتي كانت هي محاولة التطبيق أو الدمج ما بينهم فكنت سعيد أنه هذا أول مشروع على الأرض الواقع يعني أبدأ أنفذ فيه أفكاري اللي لها علاقة بالعمارة الخطية وموجود حتى الآن؟ هو يعني المعرض يصير كل سنة في أماكن مختلفة في يعني إن شاءلت لكن نستطيع إعادة تركيبها في مكان آخر يعني هو عمارة بالظلطة أنت بتعرف وين البوابة هلأ؟ البوابة حالياً يعني محفوظة محفوظة فيه لأنها مصممة بطريقة أنها تكون زي قطع تجمع تتركب أو تتفكفك ممتاز أوكي واو رائع وأنا بحب هذا اللون الأزرق كما بتشوف كانت كبيرة جداً يعني مقاسها تقريباً 30 متر في 10 أمتار هذه البوابة الرئيسية وفي ثلاثة بوابات أخرى استخدمت نصوص أخرى عليها لكن ممكن هذه البوابة الرئيسية فانتشرت هذه الصورة أكثر إن شاء الله أنا أشاركك فيما بعد صور المسودات وأنا قاعد أشتغل ال behind the scenes واو ممتاز وهلأ راح نوصف ونشرح على الثلاثة عمال المفضلة عندي من أعمالك أنت جاهز؟ جاهزين أوكي راح نحكي عن أول عمل وهو رقيب عتيب موجود جميل ممكن تحكي القصة وراء هذا العمل؟ طيب القصة كانت إنه هذا العمل يشارك في 2139 هذا حدث كان بيصير فيه جدة كل فترة كمعرض تم ترشيحي للمشاركة فيه وقدمت فكرة الفكرة كانت هي يعني التساؤل دائما يشغلني كخطات عندنا في فن الخط دائما هو مرتبط بالإنسان لكن أيضا نعرف من خلال الفلسفة الإسلامية أنه أيضا غير الإنسان يكتب يعني الملائكة تكتب ورب العالمين يكتب وهذا الشيء مذكور في القرآن الكريم مش بس يحكوا بس تكتبوا كمان بالضبط وفي آيات كثيرة في القرآن بتذكر هذا الشيء الجميل في هذا المشروع أنه أنا حاولت أبحث عن كيفية كتابة الملائكة في الفكرة الإسلامية يعني المسلمين نؤمن أنه هناك ملائكة تكتب كل ما يلفظه الإنسان لكن هو ما يستطيع يعني أن يرى هذه الكتابة إلا في العالم الآخر الجميل أني وجدت هذه الفكرة أيضا موجودة عند الأديان السماوية الأخرى اليهودية والمسيحية والإسلام يشتركوا في فكرة أنه هناك من يسجل أو هناك من يكتب فحاولت أنه أبدأ أحاكي هذا الفعل فجلست أسجل فترة من حياتي وبعدين حولتها لمنتج بصري عن طريق البرامج الصوتية حتى أني أنا أشوف كيف ممكن يكون شكل هذه الكتابة هم أربع صفحات بيعرضوا جنب بعض الصفحة الأولى كان كلام عادي اكتشفت أنه الشكل البصري فيها غير منتظم بعدين عملت تجربة فيها صمت أكثر وجدت أنه فيه هدوء وراحة في شكل البصري للصفحة الصمت بعدين عملت تجربة في الاستغفار يعني أيضاً دائماً هناك فيه فكر أنه الاستغفار يمحو أي شيء يعني غلط ويبدل بأشياء صحيحة فأيضاً صفحة الاستغفار كان فيها نوع من الرثم أو نوع من الهدوء وآخر صفحة كانت صفحة من القرآن الكريم وكانت أيضاً فيها تناغم بصري شديد جداً فهي العمل كان بيطرح تساؤلات عن كيف أنه كل شخص فينا عنده هذا الكتاب لكن راح يشوفه في العالم الآخر فكيف أنه ممكن أنا أقرب الأذهان شوية لهذه الفكرة طبعاً ليس بالضرورة أنه هذا الشكل هو اللي راح نشوفه في العالم الآخر لكن بس هي محاولة تخيلية بس مصيراً للاحتمام لأنه كتابة بس ما منقدر القراءة صحيح بالضبط هو لأنه أنا كان عندي تساؤل مرة مهم يعني أنه مثلاً الملائكة لما تكتب الآن هل هي بتكتب باللغة العربية أو بلغة أخرى لأنه إذا شخص غير عربي يتكلم كيف كيف بيتم هذه الكتابة هل تترجم دل العربية توصلت من خلال بحثي على هذا المشروع أنه قد تكون لغة كونية بمعنى أنها لغة فيزياء لغة تتعامل مع ترددات الصوت بغض النظر إيش هو يعني زي فكرة الموجب والسالب الموجب والنقدر وهذا بالضبط اللي بيصير في هذه العملية لأنه الملائكة بتكتب وفي العالم الآخر يتم حساب هذا الكلام هي فكرة فلسفية عميقة شوية يعني آآ بس أنا بحيب هاد المواضيع يعني شكرا شكرا أوكي العمل الثاني اسمه يعني ما عنده اسم على السوشيال ميديا بس أنا كتبت المفتاح الموسيقي سول شكرا وكيف أنا أظن في كلمات في هاد المفتاح بس أنت أنت تشرح لي جميل فعلا هي هنا حاولت يعني العمل سميته فيما بعد في البداية لما أطلقته ما كان عرضت له اسم لكن فيما بعد لما شاركت به في المعارض أطلقت عليه نغمة حب الكلمة المكتوبة هي حب يعني حرفين اللي يلحق والباء وفي نفس الوقت تمثل الشكل البصري لنغمة أو مفتاح النوت الموسيقية يعني أكيد في روابط مهمة جدا ما بين المشاعر اللي لها علاقة بالحب والموسيقى والفن صحيح أوكي وآخر عمل هي المفضل عندي اسمه بين السطور عندي حد الصفحة وبعدين كمان وحدة تفضل جميل ما بين السطور كمان من أهم المشاريع اللي اشتغلت عليها تقريبا بدأته في 2017 كيف أنه هنا بحاول أتكلم عن المعاني اللي يصعب التعبير عنها الرسائل جاءت على هيئة الرسائل العربية القديمة اللي هي تستفتح ببسملة ويوجد هناك محتوى وتفضل بالسلام لكن كيف أنه الرسالة عبارة عن كلمة وحدة لكن هذه الكلمة تحمل داخلها الكثير من المعاني اللي يصعب التعبير عنها الجميل أنه أيضا كل متلقي لهذا العمل هو يستطيع أن يعبي السطور بالشيء اللي فيه داخله فدائما هذا العمل كان بيلمس حقيقي كل شخص يشوفه هناك مكتوب هون مكتوب أحواك وبعدين آه ها والله شكرا فعلا اتغلت على المشاعر اللي لها علاقة بالله يعني مثلا زي مشاعر الحب مشاعر الأسف مشاعر الصمت مشاعر الحنين الاشتياق إلى آخر هي تقريبا للآن المشروع يحوي 13 كلمة ما مختلفة أحبك أنا لسا اكتشفت أنه في 14 كلمات للحب باللغة العربية صحيح صحيح جميل جدا شعلا اللغة العربية لغة غنية كثير بالمفردات سعى باللي أوكي هلا نتابع المقابلة بالاوديو في بودكاست ORIENT EXPRESS وهو متوفر في المنصات البودكاستات العامة ومستمعينا الكرام منشوفكو هناك شكرا ظهر اشتركوا في القناة شكرا